مساء الخير و اهلا وسهلا بكم مع لكيكس و فيديو جديد النهاردة هنعمل جيوماتريك هورت او القلوب اللي بيكون جواها حشوات بحشوة بسيطة جدا هنتعلم ازاي نعمل القلوب و ازاي نشكلها و كمان ازاي نعمل لها ديكور كده سهل و بسيط و خفيف حاجة لطيفة جدا تقدر تضفيها لمشروعك و مش مكلفة ابدا هتشوفي قد ايه طريقتها سهلة و كمان الادواب بتاعتها مش كتيرة خالص بس قبل ما نبدأ الفيديو انا اسمي معها كيك ارتست و لو انت مهتمة بالنوعية دي من ديكور الكيك و الكيكات و الخبز يريت ما تنسيش تشريف القناة و ادفع علي الجراز عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة و لو عجبك الفيديو يريت ما تنسيش تعملي لايك و شير كتير و يلا بينا نبدأ و نشوف ازاي هنعمل القلوب بطريقة سهلة بسيطة و شيك جدا تقدر يتقدميها في كل مناسباتك الحلوة اول حاجة هحتاجها هو المولد السيليكون او اوالب السيليكون بتيجي بالشكل ده موجود منها الكبير اللي بيكون قلب كبير او بيكون الحجم الصغير دي بيجي ستة او ثلاثات موجودة في كل محلات خماده الحلواني انا شريها من امازون متوفرة و سعرها رغيس جدا مش غالية خالص وسهلة اوي في الاستخدام و كمان طبعا هحتاج شوكولاتة طبعا الشوكولاتة دي عندي انا شوكولاتة خام ما تستخدميش الشوكولاتة بتاعت السوبر ماركت لازم تشتري شوكولاتة خام يكون جودتها كويسة كمان عشان يكون طعمها حلو و طبعا الشوكولاتة بنحتاج نلونها بالوان غزائية خاصة للشوكولاتة و دا عمل لمع بعض اكتر من مرة و ريتكم ازاي بنلونها بس اهم حاجة انها تكون الوان خاصة بالشوكولاتة عشان البايس بتاعها او المكون الاساسي بتاعها بيكون زيتي مش مائي لان لو في مكون مائي بيبوز لنا الشوكولاتة يعني ما ينفعش الالوان الجل لازم تكون الوان خاصة بالشوكولاتة باخد بقى شوية صغيرين بالفرشة بالشكل ده و ابتدي الون جوه القلب عشان اعمل القلب اللي هو لونه ابيض و في رسومات من جوه مينفعش خالص نستخدم اللون الزيتي على طول او الالوان على طول داخل الموند لانها هتتيح معانا و مش هتنشف زي ما قلتلكم هو الاساس بتاعها زيت فمش هتنشف خالص معانا فانا لازم الون الشوكولاتة الاول و طبعا زي ما انتوا شايفين القلب التاني اللي كان بها انا قردي بيستخدمها اللون فهلون بس احبه صغيرين لو انا مش هعمل كمية كبيرة و هبتدي الون جوه القلب بالشكل ده و هسيبه ينشف تماما اهم حاجة انه ينشف خالص قبل ما بتدي اصوب فيه الشوكولاتة بتاعك في المعلقة ببتدي احط في الجوانب بتاعة القلب و احاول ان انا اوصله للجوانب كويس جدا و اعمل طبقة روية مش طبقة تخينة خالص و همشي كده بالشكل ده بالراحة خالص مش بضغط عشان انا مش عايزة اللون اللي تحت يمتازج مع اللون الابيض عشان يبدل محافظة على الشكل بتاعه ممكن لو انتي الشوكولاتة بتاعتك مش تقيلة قوي او لونها مش شوية فاتح فبنفضل ان احنا نعمل طبقتين من الشوكولاتة بالشكل ده حبيتي تعملي طبقة واحدة مفيش مشكلة انا بالنسبالي عملت طبقة واحدة بالنسبة للون الابيض محتاجتش اعمل اكتر من كده هو اخبطها شوية كده عشان اسويها واهم حاجة ان انا اهتم بالجوانب لان الجوانب بتيتكون ضعيفة شوية فاكتر حاجة بتتكسر معانا فاهتم بالجوانب بفرشة صويرة وابتدي ازود شوية شوكولاتة على الجوانب بالشكل ده هعمل واحدة كمان شوف شكلها بسيط خالص طرقتها بسيطة خالص اهم حاجة اخبطها عشان اسوي بس شوية شوكولاتة فيها وطبعا كل ما استخدمت نوع كويس من الشوكولاتة كان التعم حيديني نتيجة افضل بس بها بقى تنشف تماما في التلاجة ساعة ساعة ونص واروح اعمل الحشو انا عندي هنا كمية من الكيك ده الكيك الاسبونج اللي احنا عملنا مع بعض قبل كده وهحط عليه زبدة اللوتس او كريمة اللوتس متوفرة طبعا عند كل محلات خمات الحلويات وهي ملهاش نسبة معينة يعني انا بدل ما احط طبعا الحشوات دي بتختلف يعني ممكن تحطي كرامل ممكن تحطي حاجات كتير جدا بس الحشوة دي سهل وبسيطة خلص طعم حلو جدا جدا بارا عن كيك بواقي كيك موجودة عندك والزبدة اللوتس مش اكتر من كده وبعجنهم كويس مع بعض زي ما عملنا قبل كده مع بعض البوبسيكل وعملنا قبل كده كرات الشوكولاتة سهلة خالص وبحط شوية في المالد بعد طبعا ما الشوكولاتة نشفت تماما ومش بضغطه كمان الكمية الكيك اللي بحطها ما تكونش مرتفعة اوي يعني بسيب ملي تقريبا على الاخر لان زي ما هتشوفو دلوقتي احنا هنغطي كمان الضهر بالشوكولاتة عشان نقفل على الكيك بتاعنا شايفين كمية بس انا بسيب حبة صويرين خالص من فوق علشان اقدر ان احط كمية تانية من الشوكولاتة واقفل على القلب بتاعي شوفو قد ايه شكلها سهل وبسيط خالص ما ضغطش كتير عشان ما هتكسرش معي الشوكولاتة وبعد ما خلصت الكمية كلها هجيب بقى كمية من الشوكولاتة وهبتدي اقفل على الظهر بتاع القلب شايفين بالشكل ده حط كمية صغيرة خالص مش محتاجة انا بقى طبقة كبيرة خلاص اهم حاجة ان انا اتأكد ان كل الظهر تغطى كويس بالشوكولاتة عشان يتقفل على الكيك بالشكل ده وما تقلقوش خلص من الحاجات اللي هتطلع برديها هتشوفو ازاي هنشيلها وهننظفها ويطلع معنا بالشكل جميل جدا وتساوي ومفيش احلى من كده نعم الكمية كمان طبعا بالنسبة للأحمر هتعمليها باللون الشوكولاتة الحمراء بالنسبة للأبيض هتعملي بالأبيض شايفين قد ايه جميلة وسهلة جدا 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 اهم حاجة اقفل عليها كويس وطبعا بعد ما اقفل عليها كده هحطها كمان في التلاجة تمسك نفسها ما تطلعيهاش من القلب اللي هي مسك نفسها كويس جدا هبتدي بقى طلحها هشوفو شكلها قد ايه بسيط تطلع معي بمنتهى سهولة وكل الزواية دي هكسرها شايفين خلاص مكسرها بايدي كده بمنتهى سهولة شايفين جمال القلب اللي حطنا فيه الالوان قد ايه شكله جميل وشيك جدا بتتكسر معانا بمنتهى السهولة لان احنا عاملين طبق رفاية اهم حاجة وانتي بتطلعيها من القلب خليك حريصة جدا وبتمطي القلب شوية كده البرا علشان يعني يبعد عن الشوكولاتة وبتدي يطلع من معاك بسهولة شايفين قد ايه اشكالهم جميلة جدا 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 بتغطي بالراح عشان ما تتكسرش معاك طبعا القلب مش هاوصيكم وانتو بتشتغلوا القلب ازين يكون ناشف تماما ومضيف ممكن بقى لو فيه زواية زيادة بدهر سكينة او انا استخدمت بالت نعيف كده عشان ما تبقاش حمية وهشيل بس الزواية دي بمنتهى السهولة تطلب معاك سهل جدا جدا شايفين الجمال قد ايه سهل وبسيط صدقوني مش هتاخد معاكم وقت خالص عشان بقى نعمل لها يعني تزين اكتر شوية انا جدت هنا داست لونه فضي وحبتدي ارشة على البلوب هي اوريدي بتكون بتلمع معاك من من السلكون نفسه بيخلي الشوكولاتة بتلمع بالشكل ده لكن احنا حابين النهاردة يعني نعملها مميزة شوية فهنحط شوية من السبري بالشكل ده او لو عندك هو باودر بتستخدمي مع فرشة عملناها برضو اكتر من مرة واشتغلنا لما عملنا الفراولة بالشوكولاتة هسيب لكم روابط كل الفيديوهات الخاصة بالشغل ده تحت الفيديو ان شاء الله شايفين بقى القلب بتاعنا ده قد ايه سهل وشيك قوي وشكله مختلف تماما برضو هنحط شوية و هنحطه على جنب و نكمل عليهم تزين هجيب كمية من الشوكولاتة البيضة في كيس حلواني او لو انت تعملي او ما تزين بنفسك في البيض واحط شوية صغيرين بس خطوط كده و شوية من شجر سبرينكلز او اي اي سبرينكلز عندك متوفر اي شكل شوف قد ايه غير الشكل خالص و اداها مستوى تاني من الجمال اي نوع شجر سبرينكلز متوفر عندك موضوع سهل و بسيط خالص شوفوا بقى ايه شكلهم كيوت و شيك حلوين جدا في التقديمات حلوين لو عندك مناسبة او لو عندك مشروع كل سنة و انتو طيبين هادي الحب قرب و الحاجات دي بتطلب كتير جدا اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منو ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار يريد ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات و كمان اتمنى اعرف رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة و ما تنسوش تعملوا لايك عشان نرفع الفيديو واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله على خير تحياتي لكم مع السلامة